نجتمع في هذه اللحظات التاريخية القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد في تموز الماضي أثارت أسئلة حول مستقبل الديمقراطية ومخاوف من العودة للاستبداد حين أعلن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه فضلاً عن توليه جميع السلطات قرارات سعيد خلفت انقساماً حاداً بين الأوساط السياسية والشعبية فهناك من اعتبرها تصحيحاً للمسار الديمقراطي بينما وصفها آخرون بانقلاب مكتمل الأركان على الدستور في ظل تلك القرارات الاستثنائية فإن ثمت أزمة اقتصادية تعيشها تونس هي الأسوأ على الإطلاق منذ عقود مع عجز ميزانية الدولة وشح مواردها وتعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فضلاً عن استحالة الاقتراض الداخلي والخارجي فيما توقع خبراء تونسيون أن يحمل قانون مالي لسنة 2022 قرارات موجعة قد تزيد من وطيرة الاحتقان الشعبي وارتفاع المطالب الاجتماعية بالتوازي مع ارتفاع قياسي لنسب البطالة وتراجع نسب النمو والاستثمار من جانب آخر أعلن سعيد عن تنظيم استشارة إلكترونية تهدف لتلقي مقترحات من الشعب خاصة بمواضيع الشأن العام في إطار خريطة طريق تنهي حالة الاستثناء التي تعيشها تونس تنتهي بتنظيم انتخابات تشريعية في السابع عشر من كانون الأول القادم فيما تتصاعد الدعوات لمقاطعة تلك الاستشارة مراقبون يرون أن السنة الجديدة ستكون حبلة بالأحداث الساخنة في تونس وقد يتغير المشهد السياسي برمته مع مضي الرئيس في مشروعه ورؤيته الخاصة للحكم وللدولة مقابل شارع محتقن ومعارضة تتوسع دائرتها يوما بعد آخر وسط أزمات متعددة دون حلول